سنت الجزائر في الآونة الأخيرة العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع الاستثمار ما ساهم في استقطاب جملة من المستثمرين الجزائريين والأجانب وهو الأمر الذي خلق ديناميكية جديدة في مناخ الاستثمار وفي هذا الإطار نظم الاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار اليوم الملتقى الدولي للشراكات الاستراتيجية لتبيان أهمية التدبير القانونية والضمانات التشريعية التي أقرتها الدولة الجزائرية لتكريس الإصلاحات الاقتصادية إن التوجه العام الخاص للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار نابع من يقين راسخ لدينا من أجل المساهمة صدقا فيما صار بناء اقتصاد وطني جديد هناك إرادة سياسية حقا في تنويع شركائنا الاقتصاديين استراتيجيين اليوم جزائري تلعب دور ريادي إفريقيا عربيا متوسطيا لأول مرة أصبحنا نتكلم على تصدير الغاز إلى كل من سلوفينيا إلى المجر إلى ألمانيا المشاركون الأجانب في الملتقى الدولي للشراكات الاستراتيجية أشادوا بالتدابير التي اتخذتها الدولة الجزائرية لدعم وتشجيع الاستثمارات في كل القطاعات شركات كثيرة مصرية بتعمل في قطاع النفط والغاز هنا في الجزائر وطبعا نحن بنحاول نعمل مع الاتحاد شراكة استراتيجية بين الشركات المصرية والشركات الجزائرية لتبادل الخبرات وتبادل الإمكانيات التكنولوجية العالية في استخراج النفط والغاز وبنحاول من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة في الاستكشاف وشغل السيزميك أن نعمل استكشافات لحقول نفطية وحقول غاز أكبر في الجزائر لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب العالمي على الغاز والنفط إن شاء الله الخروج من مربع الاقتصاد الرعي وخلق مناخ استثمار ملائم من شأنه تحفيز المتعاملين الوطنيين واستقطاب المستثمرين الأجانب هو هدف استراتيجي بل وحيوي سطرته الدولة الجزائرية للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني